للوقوف على المشهد الأمني انضم إلينا الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف حياك الله أستاذ فاضل في يوم واحد قصف لعاصمة قليم كردستان من صواريخ ومسيرات إيرانية كذلك قصف يستهدف عاصمة العراق بغداد وتهديدا في المنطقة الخضراء هذه الأعمال ربما تدور حول تساؤل واحد يتساءله المواطن والمراقب العراقي وغير العراقي أين الدولة؟ نعم عبد الرحمن تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريم أول أن عبد الرحمن الأمر مختلف وإن كانت الأرض وهي واحدة أرض عراقية وهي بالتراب واحد والجغرافية واحدة سواء كان في الإقليم أو كان في الجنوب أو في الغربية أو في الشمال أو في الوسط يعني ما حدث في إقليم كردستان هو طبعا ليس الأول من نوعه وأصبحت يعني المناطق الشمالية التي يعبر عنها بإقليم كردستان يعني مكانا للخلوقات وانتهاك للسيادة المستمرة تتقاسمها تركيا وإيران وتركيا بين يعني لا يمر لا يمر أسبوع إلا ولها ضربات على جبال قدين وعلى زاخو وعلى مناطق متفرقة بحجة وجود البككة وتحت ذراع وهي كذلك إيران هي الأخرى أيضا تقوم بعمليات قصف أيضا تحت ذراع يعني حزب الكوملة أو أحزاب أخرى قد تكون معارضة للجانب الإيراني وأيضا تقوم بهذه عمليات القصف دائما كنا وما فتأنا نقول أن العراق يعني نرفض أن يكون ساحة لتصفية النزاعات ونرفض أن يكون ساحة خلفية لأي خلاف يحدث بين دولة وأخرى أما فيما يتعلق بقصف منطقة الجرينزون منطقة الخضراء قبل أن نتطرق إلى قصف المنطقة الخضراء أبو رغيف سيد أبو رغيف يعني نتحدث عن البككة وهم تنظيم مصنف على أنه تنظيم إرهابي متواجد في مناطق حدودية مع الجانب التركي ولكن نحن نتحدث عن تنظيم موجود في محافظات مثل أربير والسليمانية وكاركوك إذا كان هذا التنظيم إرهابيا كيف يمكن له التواجد في هذه المناطق وإذا لم يكن إرهابيا من أعطى الحق لإيران بقصف محافظات عراقية في العمق العراقي متجاهلة كل الدعوات الدولية الرامية إلى عدم التجاوز على الجيران وكذلك حفظ سيادة دولة جارة لها أو لويتها في المنطقة يعني عبد الرحمن تتكلم عن البككة أم وربطها بالقصف التركي أم بالقصف الإيراني أتحدث عن البككة كتنظيم إرهابي معروف أنه يمكن أن يقصف من قبل القوات التركية ولكن ما الذي يدعو إلى قصف هكذا تنظيمات ربما لا تصنف على أنها إرهابية ولكن إن صنفت إرهابية كيف لها أن تدخل في العمق العراقي وتتواجد في كاركوك وكذلك السليمانية وأربي شوف عبد الرحمن يعني أنا أسجل دائما اعتراضي على البككة وعلى تواجدها على الأراضي العراقية ما لم تحكم وتلتزم باللوائح والقوانين والأراضي العراقية السائدة وعليها أن تحترم الأراضي العراقية والقوانين بكل تفاصيلها والبككة تقوم بأعمال قد تستهدف الجانب التركي وقد تستهدف العمق التركي لكن هذا لا يبرر للجانب التركي أن يقوم بأعمال عدوانية عبر خرق السيادة وعبر انتهاك الأجواء والسماء العراقية لذلك أعتقد أننا نملك أسلحة كبيرة جدا لمحاربة الجانب التركي وغيره من بين هذه الأسلحة السلاحة الاقتصادي نحن نملك تجارة بينية خاصة بيننا وبين الجانب التركي يعني تصل زهاء لـ 17 مليار دولار سنويا هذا إذا علمنا انخفاض واضح وتردي واضح لليرا التركية والاقتصاد التركي بصورة واضحة وبينة لذلك أعتقد أن الجانب العراقي الخارجية العراقية خصوصا عليها أن تتخطى عتبة الشجب والاستنكار والإدانة وتذهب إلى مجلد هي شجبت واستنكرت الصور التي تظهر الآن على شاشة قناة دجلة تظهر طلاب لمدارس ابتدائية يحتمون بالصخور لتجنب القصفة الإيرانية الذي كان عنيفا أدى حتى اللحظة إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة قرابة الثلاثين ما الذي سيفعله العراق اليوم متمثلا بوزارة الخارجية وكذلك الجهود الدولية لإيقاف هكذا هجمات مستمرة منذ العام 2018 على قليم كردستان يعني عبد الرحمن نحتاج إلى اللجوء إلى مجلس الأمن وليس إلى الممتحدة لإستصدار قرار يدين هذه الضربات أولا ويلزم الجانب التركي بعدم تكرار هذه الخروقات ويعوض من طالته تلك يعني أكثر من 150 شهيد راح ضحية هذه الهجمات التتارية الغاشمة يعني هناك ضربات على مواطنين هناك ضربات على آهلين ومدنيين هناك ضربات طالب ضباط أيضا من القوات الأمنية يعني البيش مرقى هي جزء من منظومة الدفاع الوطني وبالتالي من يستشهد منها كأنما يستشهد من الجيش العراقي في الحكومة الاتحادية على حد سواء وكذلك أيضا الضباط كانوا يتمتعون بإجازتهم الدورية قبل نحو عامل الآن أيضا كانت هناك ضربة على سياراتهم المدنية لذلك أعتقد أن الجانب التركي بدأ يتمدد وبدأ يستخف وأنا أعتقد أن الضربات التركية والجانب التركي ضربات متغطرسة وضربات طيب هذه الضربات من جهات خارجية اليوم نتحدث أيضا عن ضربات لأطراف داخلية قصفتها المنطقة الخضراء الكريا لا إيران ولا تركيا لها يد في قصف المنطقة الخضراء اليوم رئيس الوزراء القادة العامل القوات المسلحة قال سنلاحق مطلقي الصواريخ ونلقي القبض عليهم هل ألقت القوات الأمنية القبض على مطلقي الصواريخ القديمة حتى نلقي القبض على مطلقي صواريخ اليوم سؤال منتج نعم ألقت القبض على مجموعة وتم إحالتهم إلى محكمة تحقيق الكرخ وتم إدانتهم وتم الحكم عليهم وتم أصدار أحكام وصلت إلى أحكام المؤبد وأحكام قاسية تستحقها تستحق حجم الجريمة التي وقعت تتذكر مطلع العامل حالي الجاري حينما قامت مجموعة بقصف مطار بغداد أدى إلى حرق طائرات كانت جاتمة على أرض المطار وبالفعل لاحقتهم الأجزة الاستخبارية والأمنية وألقت القبض عليهم وتم إحالتهم إلى القضاء ومحكمة تحقيق الكرخ أدانتهم وتم إصدار قرارات من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات أيضا وأحكام موجودة فضلا عن ذلك أردفوها بإلقاء القبض على مجموعة أخرى أيضا قامت باستهداف مناطق من المنطقة الخضراء وأيضا بيت أحد قيادات الأمنية النافذة أيضا لا سادة عبدالله هذا يعيدنا إلى نفس التساؤل الذي تسأله رئيس الوزراء يعني ربط الجهد الأمني وما يحدث أمنيا بالعمل السياسي بمجرد أن اختلفت الساسة والكتل السياسية فيما بينها قصفت المنطقة الخضراء ويعيدنا هذا أيضا إلى أن مقار البعثات الدبلوماسية التي كانت تستهدف في الفترة الماضية يمكن أيضا أن يكون الجهد السياسي هو السبب الرئيس في قصف هذه المقار نختلف مع الحكومة نقصف مقاراتها في المنطقة الخضراء يعني أولا بالفعل وأكد لك يا أستاذ عبدالرحمن أولا الانسداد السياسي والاحتقان السياسي وكلما وصلنا ودائما العراق يشهد عمليات احتقان سياسي ودائما العراق هو ليس في ارتياح وليس في أريحية اليوم منذ يوم أمس إلى هذا اليوم هناك قطع للطرق وهناك احتقان وهناك تأزم وهناك حالم الجو مشحون في بغداد العاصمة بغداد كما تعلم يعني الوضع مشحون بحالة من الخوف وحالة من الترقب وحالة من التوجس هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة التناكف السياسي والتساجل السياسي ونتيجة عدم وجود وحدة مفهوم واحدة بين تلك الكتل وحدة المفهوم التي تم التوصل لها بطرق يعني وطنية تحت خيمة الوطن لذلك أعتقد نتيجة فقدان الحوار المنتج يعني هناك هذه الكتل متناحرة فيما بينها وهناك أطراف ترفض حتى الحوار وهناك أطراف ترغب بالحوار لذلك أعتقد نحن إذا مشاكل كبيرة ومشاكل بنيوية تسترعي حلول جذرية وليست حلول ترقيعية نحتاج من يأتي ومن يبلغ في سؤال أخير يعني بعيدا عن القصفة الذي استهدف اليوم قليم كردستان وكذلك بغداد هناك معلومات عن القاءة القبض على المنتسب يدعى عبد العزيز عامر مظهر الجبوري ما هي معلوماتك عن القاءة القبض حول هذه الشخصية كيف يمكن اليوم أن نصف وجود قوات أمنية يمكن أن تلقى القبض عليها من قبل قوات أمنية أخرى بجرائم يعني معينة يعني أولا بالفعل السيد عبد الرحمن هذا هو ليس منتسب للتصحيح هو مجرم تم الحكم عليه بحكم الإعدام واتكب جرائم جنائية وليست إرهابية يعني ليست تحت طائلة المادة أربعة لإليف إرهاب ونجح بالهروب من معقله الحصين وفق ملابسات سيتم كشف النقاب عنها إذا كان حصينا كيف هرب يعني هذه ملابسات سيتم كشف النقاب عنها أنا لا يد أن أستبق أن أعرف كيف هرب لكن المقام الآن ما يتسع كيف هرب كان يحمل معه كتر وكان قطع أوصال البي آر سي عموما وكالة الاستخبارات لاحقته على مدار الأربعة أيام من قضية وجهد فني واستخباراتي ومعلوماتي نوعي طبعا مديرية الإرهاب ومكافحة الإرهاب في أربيل هي الأخرى كان لها دور كبير في إلقاء القبض عليه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات عنده بوابة أحض السيطرات ومداخل أربيل وبالفعل هذه الدائرة مدية مكافحة الإرهاب في أربيل اطلعت بهذا الدور التكاملي والدور التعاوني مع وكالة الاستخبارات سعدت بالحديث معك السيد فاضل أبرغيف الخبير الأمني شكرا جزيلا لك شكرا لك